بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بنستكمل حدثنا مع finite element method ما زلنا مع شابطة الأربعة عشر مكملين إن شاء الله بعنوان advanced topics المحاضرة رقم 33 النهاردة مع الجزء السادس بعنوان averaging and smoothing averaging من average smoothing من smooth يمكن إحنا اتكلمنا قبل كده عن smoothing إن شاء الله النهاردة هنحاول يعني نعيد النظر في الكلام وهنتكلم أيضا على average and averaging ونقول يعني في حالات بيبقى مقبول فيها إن أنا أعتمد على average وفي حاجات بيبقى مرفوض وكده smoothing معناها إن في شيء خشن كان يكون عندي مثلا كومة من الرمل مثلا والسطح خشن فبكف إيدي كده بنعمل السطح بحيث السطح بيبقى ناعم بيبقى smooth وبالتالي بيبقى كأنه ممهد يعني أيضا ممكن كان موضوع الثموثنج كان كان مرتبط بالستريسز لو تفتكروا كنا بنتكلم على constant strain triangle linear strain كان بيبقى عندي عناصر سواء كانت العناصر triangle أو lateral ربعية أو ثلاثية في الكونستانت strain كان بيبقى عندي strain وزن الألمنت بيبقى constant وبالتالي stresses في linear strain كان بيكون stresses و strains linear وزن الألمنت فأنا كنت بقدر أحسب stresses وزن الألمنت وبعد كده أقدر عن طريقها أحسب stress لكل ألمنت عند النود فلو خدنا مثال صغير بسيط عندي أربع عناصر عناصر ربعية واحد اتنين ثلاث اربعة الاربع عناصر مشتركين مع بعضهم في common نود في نود مشترك فأنا بقدر أحسب من العنصر رقم واحد stress عند النود عند A وللعنصر اتنين بحسب stress عند B وثلاثة أحسب عند C واربع أحسب عند D يبقى عن طريق العناصر الاربع قدرت أحسب أربع قيم للإجهادات لكن عندي نفس النود لكن عن طريق المت وبالتالي في النهاية بعندي أربع قيم لل stresses طبعا مختلفة stress A stress B stress C stress D فلو انا بعمل display لل stresses فهلاقي الالوان عندي نفس النود فيه أكتر من لون لأن فيه أكتر فيه أربع قيم فيه اختلاف طبعا وده بالضبط بيشبه لو عندي سطح خشن فبلاقي فيه اختلاف فيه تغير فبعمل smoothing بأن أنا أخذ الأverage بجمع stresses ل A B C D واسم على 4 وبالتالي بطلع في النهاية بقيمة واحدة لل stress عند النود المشترك وبالتالي في النهاية لما بنعمل display لل stress على الجسم نفسه فبتلاقي الألوان أصبح فيه ثلاثة كده الألوان لونها بيتغير تدريجي كده كأنه بالضبط كان سطح خشن وبكف إيدي كده على السطح نعمت السطح فأصبح إيه أصبح smooth فأنا هنا استخدمت الأverage في أن أنا جمعت stresses الأربع وأسمت على العدد فأطلع في الآخر stress وحيد وقيمة وحيدة عند نفس النوم لكن فيه أحيان كثيرة بيبقى غير مقبول أن أنا أستخدم الأverage أو أبني حساباتي على الأverage يعني أسبب المثال زي ما احنا شايفين في الصورة لو عندي مثلا منطقة جبلية وفي وديان فالجبل طبعا بيبقى مرتفع عن لفل معين تخيلت أن عندي جبل وعندي الجبل مرتفع والوادي منخفض فلو أنا قلت هاخد الأverage يعني لو سي المرتفع بالموجب والمنخفض بالسالب وجمعت الاثنين وأسمت على اثنين فممكن يطلع في النهاية وكأن بأردم الوادي بالجبل وبالتالي في النهاية بيبقى كأن فيه طريق ممهد لكن الأverage هنا ضيع معالم وتضريص الشكل فيه جزء مرتفع جزء منخفض لو استبدلت المنخفض والمرتفع بطريق أفقي أو ميل بسيط في النهاية الشكل تغير الموقع تغير التضريص اختلفت ماينفعش فهنا في الحالة دي ماقدرش اعتمد على مرفوض وغير مقبول أن اعتمد على لكن أنا ممكن أعمل حاجة تانية أعمل سموثنج أن لو عاوز أمشي مثلا على الجبل بدراجة مثلا والسطح خشن فأنا مش قادر فأنا ممكن أنعم أو أمهد جزء كطريق صغير أعمل سموثنج وبالتالي أقدر أمشي بالعجلة لكن في النهاية شكل الجبل مزال موجود بتتحرك من الجزء المنخفض وتطلع للقمة فوق وبعدين تنزل ثاني يبقى السموثنج طريق صغير لكن ما زلت محافظ على الشكل وعلى التضريص أيضا أنا ممكن بالنسبة للجبل أعمل سلم وامشي عليه درج سلم وامشي عليه وتحرك عليه لكن في النهاية أيضا دون تغيير معالم الجبل أو شكله أو تضريصه وكده يعني فهنا ما ينفعش غير مقبول مرفوض أن أنا أشيل الجبل وأردم بيل وادي وبعدين يبقى عندي طريق ممهد طب لو زرت المكان بعد كده طبعا هيبقى المكان معالم تغيرت وكده فطبعا واضح أن الأفريج غير مقبول أيضا مثلا عندنا مثال وقع في حياتنا غير مقبول فيه أن أنا أعتمد على الأفريج يعني لو عندي مثلا اتنين إخوات ودخل وممتحان واحد جاب 90% والتاني جاب 10% مثلا في المفروض أن فيه واحد متفوق والتاني راصب وكده ما ينفعش أجمع الدراكتين على بعض أقول 90 زي 10 يبقى 100 على 2 يطلع النتيجة 50% يبقى لتنين نكحين هنا الأفريج مرفوض غير مقبول يعني الكلام ده محدش هيقبله يعني ده ممكن لو فيه أكازيون وكده لكن في الواقع ده ده كلام مرفوض وكده أيضا لو أنا مثلا بصينا لل الكيرف اللي مرسوم عندي علاقة ما بين سرعة الرياح مع الطايم إحنا عارفين إن الرياح سرعة الرياح بتتغير مع الوقت فلو أنا بدأت إعييز سرعة الرياح جبت جهاز والجهاز ده بتحط على ارتفاع عشرة متر من سطح الأرض على أساس يبقى بعيد عن المباني المنخفضة وعن الأشجار والتضريس اللي في الأرض عشان متأثرش على سرعة الرياح وكده وبتيجي الرياح وبتضرب في الجهاز المروحة بتلف فالجهاز بيقيس سرعة الرياح مع الوقت وبتتغير طبعا مع الوقت وبعد بتزيد وبتقل كده بيكون التغير في السرعة مع الوقت بيكون رنضم يعني عشوائي مش ماشي بدلة معينة لا في عشوائية وكده فسرعة الرياح دلة في الطايم واعتمادها على الطايم رنضم فلو أنا قلت مثلا أنا هاخد الأفريج هجيب الأفريج اللي هو الكابتال يو فلو أنا حسبت في الآخر قيمة سابتة اللي هي الكابتال يو وهي عبارة عن الخط الضطد اللي قدامي وفي الحالة دي هقول مثلا أن أنا خلاص هاعتمد على القيمة السابتة اللي هي المين اللي هي الأفريج لكن الكلام ده واضح أنه غير الحالة بعد ما كان الرياح بيتزبزب حوالين المين بيعلق وبيقل وفيه ديناميك فيه الرياح في سرعة الرياح لأن هي تعتمد على الوقت فطالما هي فانكشن في الطايم إذن فيه ديناميك هو ديناميك لود وكده لكن أنا لو أخدت المين فأصبح كأنها حالة يعني الرياح ماشي بسرعة نعم بيتحرك لكن مفيش التربيولنس مفيش اضطرابات أو دوامات مفيش حاجة بتزيد وبتقل فأنا مقدرش في الحالة دي أقول أن سرعة الرياح بتسوي جزء المين زائد جزء الريو داش يمكن بيعبر عن التغير عن المين يمكن في النهاية بيديني صورة عن الرياح وكده مع الطائب تعال نشوف في حياتنا العملية في حالات وفي أحيان بيكون مقبول أن أنا أعمل الأفريج وأعتمد عليه وفي أحيان أخرى بيكون غير مقبول مرفوض أن أنا أعمل الأفريج للبيانات اللي عندي وأعتمد عليه أول جزء هو الكاركتوريستيك سترينث للخرصانة اللي هي الف سيو الف سيو عندي مشروع مثلا وبعدين في محط تخلط الخرصانة الخرصانة جاهزة يعني وبعدين بروح الموقع بصب الجزء اللي علي الدور في الموقع وبعد كده باخد عينات باخد بيكون عندي مكعبات وببتدي من واقع كمية الجزء اللي بتصم باخد عدد من المكعبات عدد المكعبات بيعتمد على كمية اللي أنا أصبها وده بيبقى منصوص عليه في المشروع مثلا كل مية متر مكعب خرصانة يتصبوا مثلا أخد قد من المكعبات وكده أنا بداية أخد المكعبات وطبعا أنا ببدأ نفس المونة اللي أنا بستخدمها في الصب الأجزاء المبنى هي اللي بيتعامل منها المكعبات ما ينفعش مثلا أعمل مونة مخصوصة للمكعبات لا لازم العينات تعبر عن الواقع بلاي أخد العينات وبعدين بحط المونة في المكعبات على الطبقات وبعدين بدمك المونة أو بتحط على تربيزة بتهتز يعني بديل عن الهزات بعد كده الثاني يوم بنفك المكعبات وبعدين بنحطها في حوض ناية مثلا وفي جزء بتكسر بعد سبعة أيام وبعد 28 يوم وبعدين من النتائج بتاعت المكعبات يعني عاوز أعرف هل الرقم بتاع الف سيو اللي أنا وأنا بصمم وكتبته على اللوحة وقلت المفروض الناس اللي بتنفذ سي مثلا أنا عاوز الف سيو مثلا سي مثلا 30 نيوتين على المليمتر المربع أو 30 ميجا بسكال وكده ده الرقم اللي مكتوب على اللوحات طيب أنا الوقت بدأت في التنفيذ فعلا وأخدت عينات وبعدين من النتائج بتاعت كسر المكعبات أن المطلوب تحقق ولا لأ أن المكعبات دي حققت 30 ميجا بسكال ولا طبعا أنا عندي سي مثلا سي هنفترض عدد كبير وليكن 100 مكعب مثلا فأنا قبل ما كسر المكعبات أنا مش عارف النتيجة هتطلع إيه ممكن المكعب يتكسر عند 20 مكعب متكسر عند 40 عند 25 إذن القيمة نفسيها variable يعني متغير قيمة نتيجة الكسر للمكعبات هي عبارة عن variable متغير وهو في نفس الوقت random variable لأن تغير عشوائي فلو أنا سي عملت كسرت المية عينة وبعدين حصلت على النتائج وبدأت أقسمهم إلى فئات مثلا العينات اللي جايبة من 20 إلى 25 والعينات اللي جايبة من 25 إلى 30 وهكذا وبدأت أرسم المنحنة اللي هو التكراري ففي الغالب بنحصل على ال بالشيب اللي هو normal distribution كارف يعني ال distribution للنتائج بيبقى ما يعرف بال normal distribution كارف اللي هو شكل الجرس يعني طبعا في الحالة ده هي واحد كسر 100 مكعب وطلع له 100 نتيجة فقام رايح جميعهم كلهم وآسم عالمية إذن هو جاب الأفريج في الحالة ديات لما جاب الأفريج سيء أن الأفريج طلق 40 40 نيوتن على الملي متر مربع أو 40 ميجا بسكال طبعا أنا كاتب في الورق في التصميم أن ال FCU بعد 28 يوم 30 هو جمع المية عينة وكسرهم وجمع الأفريج يعني جمع المية قيمة وأسم عالمية فطلع في الأفريج بكام ب40 فقال لي ده 40 وإنت كاتب في الورق 30 بعد 28 يوم يبقى كده تمام فأنا بقول لا الكلام ده مش مظبوط ما ينفع هنا أستخدم الأفريج ليه ما ينفع أستخدم الأفريج لأن المية عينة اللي أنا كسرتهم فيهم عينات جايبة 20 وعينات جايبة 15 وعينات جايبة 25 وفي عينات جايبة 30 و35 و40 وفي عينات جايبة 45 وفي 55 أي نعم الأفريج طولي 40 لكن في عينات طلعة بعشرين وعينات طلعة ب15 وعينات طلعة بعشرة وعينات طلعة ب25 إذن في أجزاء من الباب نا اتصبت بالفعل خرصونتها ضعيفة فهنا ما ينفعش الأفريج ما ينفعش لما أجي أكسر مكعبات أجمع النتائج وأسمع العدد وأقول أن الأفريج هو يعبر عن الأفريج لا يعبر عن الأفريج طيب إيه يعني طب أحسب إزاي في الحال دي أنا بحسب الأفريج بتساوي أو الأفريج بتعبر عن إيه يعني الأفريج لو أنا رسمت المنحنة اللي يقل عنها يمثل 5% من المساحة تحت المنحنة يعني يعني كأن اللي يمثل القيمة بتاعتي 95% من المساحة تحت المنحنة فلو أنا بسيط عند الرقم 30 فهلاقي إن فيه 5% أقل منه وفيه 95% أكتر وكده إذن في الحالة دي أنا ما أخدش الاربعين أنا أقول القيمة اللي أنا هعتمد عليها اللي هي القيمة اللي يتعداها 95% واللي يقل عنها يبقى 5% فالقيمة اللي هي الف سيو بتبقى قبل الف مين قبلها أقل منها فبتساوي الف مين مطروح منها الجزء اللي هو الفرق بينهم اللي هو المفروض فيه معامل اسمه كمضروف في اس ك المعامل دوت لو المساحة اللي هي خمسة في المية فالك بيطلع واحد أربعة وستين من مية وطبعا هنا أنا بعدت عن المين ناحية الشمال فده معناه إن فيه انحراف عن الميل فالانحراف قيمته اس أو ما يعرف بالستاندرد ديفييشن أو الانحراف المئياري إذن هنا في الحالة ده هي بيسوي المين اللي هو الأفريج بيطلع منه جزء وليس الأفريج فاعتمادي على الأفريج هنا اعتماد خاطئ لا أنا بجيب الأفريج واطرح منه جزء والنتيجة هي الافريج وبالتالي في الآخر بيشوفوا الرقم اللي بيطلع لو هو 30 أو أكبر يبقى كده النتائج مقبولة لو هو أقل يبقى لازم أتوقف وأخذ قرار أنا طبعا أكيد أعرف أحسب الstandard deviation وأضربه في 1 64% وأحسب المين أن أجمع العينات وأسمع على العدد وأطرح الاثنين من بعض بيطلع قيمة FSU ده بالنسبة للسترينز بالنسبة للسترينز أخذ أنا القيمة اللي يتعداها 95% ويقل عنها 5% فبالتالي بيبقى F مين بطرح منه 1 64% في الstandard division لكن بالنسبة لللود الوضع مختلف بالنسبة لللود الوضع مختلف لما أخذ اللود أو أحسب القيمة بتاعت اللود أخذ القيمة اللي يتعداها 5% واللي يقل عنها يكون 95% فبالتالي لو أنا عندي قيم متغيرة لو اللود ده ورسمت نورمال distribution كير وحسب المين أن أنا بجمع وقسم على العدد فاللود اللود اللي أنا بقى التابير وبدخلوا في حسباني بيبقى على يمين المين فبقول أن اللود هيسوي الف م اللي هو المين زائد جزء هنا بقى مش ناقص جزء زائد جزء اللي هو هيبقى 1 64 فالسطاندر ديفيشن بس يبقى الف ك هتسوي الف م زائد بدل الناقص 1 64 مين مية في الستاندر ديفيشن وده منطقي إن أنا بالنسبة لللود يعني أنا لو عندي جسم واحتمال إنه هو ينهار بيبقى مبني على إن السترينس تقل واللود يزيد يعني عشان يحصل فلير لجسم فالفلير بيحصل عن طريق إن اللودز تكبر واللودز تكبر والسترينس يقل فبالنسبة للسترينس باخد اللي يتعدى 95% إنما بالنسبة لللود باخد اللي يتعدى يكون كام يكون 5% لإن ده الكريتيكل لكن العكس مش هيكون كريتيكل العكس مش هيكون كريتيكل لو افترضت كمثال آخر يعني إن أنا عندي سي مثلا مبنى عشرة ضوعة وأنا ولا بصمم افترضت إن الخراصانة الف سي بعد 28 يوم سي مثلا 35 ميجا بسكال وبعدين وأنا بنفذ المشروع وكسرت المكعبات واخدت العينات اللي أنا كسرتها فلقيت الأفريج اللي هو الف ام أو المين يعني لقيته أربعين وأنا في الرسومات كاتب الاف سي يوم بعد 28 يوم 35 لما حسبت الأفريج لقيته أربعين فده مش معناه إن العينات مقبولة لأن أنا ما بتعملش مع الأفريج أنا بقول الأفريج ما تروح منه جزء فأنا بعد ما كسرت العينات وحسبت الأفريج وحسبت الستاندرد وضربته في 64 وطرحته من الف في فلقيت العينات اللي أنا كسرتها بتديني FCU بتساوي 30 ميجا بسكال لكن الورق أو المشروع مكتوب فيها أن FCU بتساوي 35 العينات اللي تكسرت إدت FCU بتساوي 30 إذن العينات مرفوضة غير مقبولة لازم أتوقف وأخذ قرار ممكن أن أعمل على القيمة الجديدة وأقل العدد الأدوار لازم أخذ أي إجراء لكن ما ينفعش أقول لا بل الـ طلع 40 وأنا عندي FCU في الورق مكتوب 35 والأفريج أكبر لا أنا ما باعتمد على الـ أفريج أنا باعتمد على FCU فأنا حسبت FCU من العينات فطلع 30 وأنا مطلوب مني 35 يبقى العينات هنا بتسقط وما ينفعش ويبقى الوضع غير مقبول أنا يعني بيلزمني أن لما كسر العينات وأطلع قيمة يكون معظم العينات أكبر من القيمة يعني يعني يكون معظم العينات معد القيمة المطلوبة مني مش يكون في جزء كبير من العينات أقل لا لازم تكون العينات يعني اللي يتعداها كتير جدا واللي يقل عنها قليل جدا يعني القيمة اللي تطلع من الكسر واللي أنا ها اعتبر ها واعتمد ها يكون اللي عنها عدد قليل من العينات يعني يمثل 5% وبقية أو معظم العينات قيمتها بتتعدى القيمة المقبولة بالنسبة لي ده كسترينث لكن كلود العكس أنا لما أجا صمم ونشأ على لود يهميني إن ما يحصلش في الواقع تعدي قيمة اللود اللي أنا صممت عليه ولو حصل تعدي يبقى التعدي ضئيل جدا يعني يمثل جزء بسيط جدا اللي هو على يمين القيمة اللي أنا ها اعتمد ها وده بالنسبة لي هو الكريتيكال إن أنا أصمم على اللود المتوقع إن اللي يحصل في الواقع يبقى أقل منه مين فعش يكون أكبر منه ولو حصل إن في قيم تعدد القيمة اللي أنا حسبت عليها تكون قيم قليلة نسبتها بسيطة تمثل 5% من المساحة تحت المنحنة وبالتالي اللود اللي أنا أصمم عليه بيسوي المين زائد 1 64 في standard deviation لكن العكس بالنسبة للترينس أنا في السترينس يهمني إن معظم العينات اللي تتكسر تدي نتائج أعلى من المطلوب وإن النتائج اللي هتبقى أقل من المطلوب تكون نتائج قليلة يعني يتمثل حوالي 5% من المساحة تحت المنحنة وبتسالي في الحالتين الرقم أو المعامل اللي أنا بضرب فيه بيطلع 1 64 من 100 الجزء اللي بعد كده الجزء الثاني بعنوان averaging at peaks لما بيكون عندي فيه مسائل مثلا عندي flat plate وحليت المسألة برنامج السيف وبعدين عملت display للمومنت وقدام الconcours بتاعت المومنت فبلاقي ان لو بسيط للأعمدة هتلاقي فوق العمود قيم المومنت عالية جدا فيه peaks فوق العمود كأنها قمم لجبال كده فوق الأعمدة بتلاقي فيه peaks وبعد كده كل ما تتنقل يمين أو شمال بتلاقي القيم بيحصل فيها ضرب سريع جدا فطبعا البيكس دي زي ما قلنا لفوق راس العمود بتبقى جاية بسبب ان بيبقى انا بمثل البلاطة بالميد سيرفيس وبمثل العمود بلاين فبيبقى كأن فيه لين اتقابل مع سطح فبيبقى فيه يعني بوينت على بوينت ففيه تركيز في الإجادات وبالتالي فيه تركيز في المومنت فيه بيكس في المومنت والكلام ده طبعا ما بيبقاش ما بيمثل الواقع ان طبعا العمود ليه أبعاد وكده وده يمكن السبب ان احنا بنعمل stiff element فوق راس العمود عشان اعمل محاكاية مزبوطة ل rigidity فوق راس العمود وبالتالي امنع البيكس على راس العمود وان اعمل restriction يعني اقلل deformations في الباكيا وكده يعني فهنا في برنامج السيف دون امكانية ان اعمل averaging للقيم فوق راس العمود يعني ماخدش اكبر قيمة ماخدش البيك واصمم عليها وحسب عليها للحديد وبعدين ابدأ اوزع الحديد اللي هو الاضافي على العمود وكده لا ادوني فرصة لان البيكس ديت مش حققية فقالوا لي خلاص طالما ان هي مش حققية وبيحصل drop سريع فما ينفعش اخد اكبر قيمة واحسب عليها واحسب الحديد واوزع لا طب انا اخد الافرج فسيم ممكن اخد اريا كده فقراس العمود سيم مترين في مترين او اكتر واجمع المومنت في الاريا دي وبعدين لكل الامنت وبعدين اقسم على العدد فاجيب الافرج والقيمة بتاعت الافرج ابدأ احسب عليها الحديد وكده فطبعا في برنامج السيف لو عندي مسألة وفي اعمدة وفي بلاطة او اساسات يعني ايا ان كان الوضع فبلاقي في الاخر لما بعمل display بلاقي في بيكس على الاعمدة ففي الoption بتاع اللي هو في ال السيف اللي هو لما بتعمل display لل slab design وكده او show slab design بيكون في الاخر على اليمين كده في عنوان repart averaging at بيكس ان انا اعمل averaging للتسليح فوق رؤوس الاعمدة ما ينفعش ابني حسابات التسليح على القيمة القصوى اللي هي فوق رأس العمود لا انا باخد المنطقة في الاول بعلم على average at peaks وبعد كده بيطلب مني لو انا حدد له وزن اد ايه يعمل ال average يعني say 2 متر اقل اكتر على حسب دي بتعتمد على المصمم بيحدد الصيز بتاع ال average وبالتالي بيجمع القيم ويقسمها على العدف بيطلع قيمة متوسطة بيحسب على اساس الحديد والحديد ده بيتحط say كالداشنال reinforcement على رؤوس الاعمدة تعال نفصل الموضوع شوية يعني لو رجعنا لنفس المسألة وتخيلت ان انا هاخد هرسم المومنت على الخط xx وطبعا الخط xx دي في الرسم اللي قدامي هعتبر يعني ان x ديت من على اليمين او العمود للعليمين وكأن للتبسيط يعني او للتوضيح هعتبر ان هما باكيتين باكي على الشمال وباكي على اليمين فلو تخيلت ان انت بترسم المومنت سي لباكيتين يعني طبعا المسألة فيها استمرارية لكن فرضا يعني هعتبر ان هما باكيتين بس فطبعا في الباكية على الشمال يبقى في post moment وبعدين يبقى في negative moment فوق رأس العمود وبعدين ينزل ثاني post وهكذا المومنت دوت لو انت اخدت line xx فوق رأس العمود بالزبط سي ان احنا فرضا يعني هنلاقي ان negative moment فوق رأس العمود اللي هو يعني القيمة القصوى اللي هي البيك يعني هللاقيها 30 كيلو نيوتين متر سي مثلا 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 يعني مش بالزبط يعني طيب تخيل ان انت بدأت تتحرج بالخط xx ده في اتجاه القطاع y y يعني تتحرك الخط xx الفوق او لتحت يعني تبعد شوية عن العمود هلاقي الجرام بتاع المومنت برضو negative positive لكن قيمة negative هتبدأ تقل شوية بدل مكان التلاتين هتبدأ 25 لو تحركت كمان شوية الفوق هتبقى 20 وبعد كده هتبقى 15 وهكذا اذا كلما ببعد عن شريحة العمود او عن الخط xx اللي فوق رؤوس الاعمدة ده جرام كشكل ما بيتغير لكن قيم negative moment بتقل لان طبعا البيك بتبقى فوق راس العمود وكلما تبعد واضح من ال display ان قيم المومنت او الالوان بتتغير وتبدأ تقل تقل في الاتجاه اللي هو العرضي على الخط xx فلو انت عند c رسمت اخطاع في البلاطة ده section yy اللي هو على الشمال section yy طبعا واضح العمود وقيمة المومنت النجاتي فوق راس العمود كانت بتلاتين طبعا ده الدياجرام اللي هو فوق راس العمود اللي هو على المحور xx كلما تبعد لفوق هتلاقي نفس الشكل لكن النجاتي مومنت اصبح 25 قيمته قلت كلما تبعد القيمة بتقل من فوق او ايه من تع فلو انت رسمت الخط يعبر عن بتاع النجاتي في اتجاه ال yy هتلاقي ايه اكبر قيمة عند العمود وكلما تطلع لفوق تقل وكلما تنزل لتحت وده يمكن واضح في الدياجرام اللي فوق ان في في الاتجاه العرضي في كلما تبعد القيمة التلاتين بتنزل سواء من الناحية اللي فوق او من الناحية اللي تحت ويمكن الدياجرام اللي تحت دوت يعني كأنه اسقاط اسقاط ل كذا خط سي الخط اكس اكس وبعدين هاخد بعدين اكس واحد اكس واحد وبعدين اكس اتنين وانا متجئ مع وانزل تحت برضو اكس اللوح اللي قدامي هتلاقي اكبر دياجرام اللي فوق رأس العمود اللي هو مع الخط اكس اكس اللي بعدين بقى وبعدين 20 كلما تبعد فبتلاقي القيم ايه بتقل وده واضح فوق من التغير في الاتجاه العرضي بينزل لما تروح لحية فوق وبينزل لما تنزل تحت وهي طبعا التغير انا رسمو ولكن انا مش هعتمد على القيم اللي هي 30 واحسب على اساس هالحديد لا انا هاخد ايه افريج فهي احدد بعد معين وليكن اللي بيمثله الخط الاحمر مسافة سي هاخد متر ونص الفوق ومتر ونص التحت او متر فوق ومتر تحت وبعدين اجمع القيم كلها اللي هي يعبر عنها الكيرف الاسود وباقسم على العدد العناصر فبالتالي بطلع في النهاية بافريج قيمة افريج اللي هي يمثلها الديستربيوشن اللي هو باللون الاحمر وبالتالي في الحالة دي احسب الحديد على هذا الاساس ووزع الحديد على الطول اللي هو من بداية الخط الاحمر الى نهاية الخط الاحمر ويمكن الكلام دوات اللي بيتعامل لما تيجي تحل المسائل عن طريق ان انت تعمل دوزاين ستريبس في السيف مثلا يعني احنا عارفين في برنامج السيف ان في اعمل ديسبيلاي للحديد اما في اوبشن باستخدام بيقولوا عليه فاينايت المنت بازد ان انا ارسم الديسبيلاي بتاع المومنت والحديد لكل element وكأن السيف بيعدي ياخد كل element ويحسب المومنت فيه ويحسب له الحديد واللي بعديه واللي بعديه وكده وفي اوبشن تاني ان انا اعمل الا اللي هو الستريب مثود ان انا اعمل قلم ستريب وبعدين فلد ستريب وبعدين قلم ستريب ونفس الكلام يتكرر في الاتجاهات الاخرى فلو انت اشتغلت بالكلام ستريب وبالفيل ستريب فالبرنامج بيشوف عرض الكلام ستريب كام عرض وقدي ايه وبعدين يبدأ يحسب المومنت عند كل element فبتلاقي المومنت كلما تبعد عن اليمين او شمال فعرض الكلام ستريب الديستريبيوشن بتاع نجد في المومنت اللي هو المفروض عمودي على اللوحة اللي قدامنا يعني ده المومنت المفروض هيكون عمودي على اللوحة اللي قدامي واللي قدامي ده ده في الاتجاه العرضي مع عرض ستريب سواء كانت الكلام او الاج على اليمين او الاج ستريب على الشمال فطبعا انا بجيب القيم كلها وذن العرض بتاع الستريب وبعدين بجمع وقسم على العرض بتاع الستريب فيطلع لي في الاخر قيم ايه افريج وده معتمد بالنسبة للكودز وكده ان انا وذن العرض بتاع الستريب كأني باخد الايه باخد الافريج وقلنا ان انا اعتمد على البيكس ده كلام مغير للواقع في الاوقع ان انا يعني كأني بجيب قيم وذن نسبس معين او دستنس معين اخد الافريج ومن الافريج اقدر احسب الحديد والحديد داي بقى الافريج اذا هنا مقبول وذن عرض معين ان انا اخد الافريج لكن طبعا ماينفعش ان انا افتح ال الويت اللي هعمل عليه الافريج ماينفعش ايه كلما زوده طبعا ده معناه ان القيم الافريج قيمته هتقل يعني كلما زود الويت اللي هحسب عليه الافريج قيمة الافريج بتقل وبالتالي قيمة الحديد ايه هتقل يعني نحاول لاخد عرض يكون ايه معقول او مقبول او يمكن العرض ده الواحد يقدر يعني يحدده من خلال ال قدامه ان هو بيشوف فين القيم العالية اكما يبدأ يدخل على الالوان اللي هي الخفيفة او اللي عندها قيم المومنت للبلاطا يقدر يعرف الويتس المناسب وكده وطبعا اصغر كلما صغر كلما يبقى ايه افضل لانها هيديني اكيد حديد ايه حديد اكتر وكده يمكن فيه قبل منسيب موضوع الافريج والافريجينج ونتنقل الاثموث اند ثموثينج يعني فيه نصيحة نصيحة بتقول دونت بي افريج يعني يعني هنا ماينفعش كشخص ان انت تكون الاجريد بتاعك يكون ضئيل او يعني الاجريد او التقييم يبقى اوتستاندنج وبعدين اكسلانت ممتاز وبعدين فيري جود وبعدين افريج وبعدين بلو افريج فيعني انت تحاول يكون تقييمك اوتستاندنج تكون مميز يعني ماينفعش تكون يعني افريج او اقل من الافريج وكأن الواحد بيقول بينه وبين نفسه كده i'll not be labeled as a average هنحاول يعني نتنقل للجزء الاخر اللي هو السموثنج لكن قبل ما نتنقل السموثنج الافريج لانواع مختلفة وبيحاولون هما يحسنوا يعني بدل ما اعتمد على الافريج العادي اننا جمع كل الارقام او نتائج المكعبات واسم على عددها لا في نوع بيحسن الكلام ده ده بيسمو moving average moving ايه افريج moving افريج يمكن هيسهل الامور شوية ولو بسيط للرسم اللي قدامك طبعا فيه diagram فيه تغير وبقتالي فيه خط لونه احمر بس تلاحظ ان الخط الاحمر يعني المعبر شوية يعني تحس انه بينخفض وبيرتفع وينخفض ويرتفع يعني بيعبر عن التدريس او عن الشكل العام للكيرف الاصلي يعني ما ينفعش اجمع القيم كلها واسم على العدد مثلا فيطلع خط افقي او خط مايل ويبقى غير معبر لكن يمكن هنا الخط الاحمر معبر شوية عن الواقع فزي ما قلنا يعني لو عندي وادي وعندي جبل وخدت الافريج العادي فكأني بهد الجبل واردم بيه الوادي وفي الآخر يبقى عندي طريق سيء افقي مثلا لكن المعالم والتدريس اتغيرت لكن يمكن انا الموفينج افريج كأني بعمل بمهد في الجبل طريق الجبل سطحه خشن فيه اجزاء مرتفعة ومنخافضة زي الكيرف ولونه ازرق الطريق اللي انا مهدته كأنه اللون الاحمر ان انا من خلال الجبل عملت ممر كده اقدر امش فيه بالعربية او بس في النهاية الشكل الجبل مازال موجود تدريسه المرتفعات فيه والمنخفضات وكده ويمكن ده اللي بنقول عليه ايه افموسنج ان انا بعمل بنعم جزء خشن بس في النهاية يعني بحافظ على الشكل ايه الشكل العام فالموفينج افريج زي ما قلنا هو نوع يعني عشان احسن الامور شوية بيتعامل ازاي الموفينج افريج يعني هو من الاسم بتاعه كأن في افريج وبيتحرك يعني فسي مثلا لو انا عندي منحنة والمنحنة ده علي احدثيات كتير جدا فانا ممكن افطرض ان انا هعمل الافريج لكل ثلاث احدثي اخذ اول احداثي سي اول احداثي وتاني احداثي وتلات احداثي واجمحهم واسمع التلاتة وحط الافريج بتاعهم في المنتصف بقى ده الافريج اللي هو افوت اول واحد وابتدي اخذ التاني والنقطة التالتة والنقطة الرابعة واخد الافريج بتاعهم وحط الافريج في النص وبعدين اخد النقطة التالتة مع الرابعة مع الخمسة واجيب الافراج وبعدين الخمسة مع السبعة وهكذا كل شوية بعمل بمقدار واحد و اعمل الافريج لثلاث ارقام ده بالظبط وكأننا بسجل بيانات كل شهر فسي مثلا عندي بيانات لتلات شهور جبت الأفريج بتاحهم بعد كده جات بيانات للشهر الرابع فقوم أكانسل الشهر الأولاني واعمل الأفريج للشهر الثاني والثالث والرابع وهكذا جي الخامس أكانسل الأولاني والثاني وأخذ الثالث والرابع والخامس ده هو الموفينج أفريج ويمكن ميزة الموفينج أفريج إنه هو بيديني هو زي انديكاتور للترند بتاع الكيرف يعني بيوضح للترند ماشي ازاي الكيرف ماشي ازاي في اماكن بينخفض وبعدين في اماكن بيرتفع وبعدين ينخفض وبعدين يرتفع لكن لو انا جمعت كل الارقام وخدت الارقام العادي فممكن يعني النتائج تكون غير معبرة وكده هنحاول نستكمل حدثنا عن الاجراء اللي هو سموثنج وحنا قلنا يمكن عملنا السموثنج دو لو تفتكروا في البداية قلنا لو عندي نود بالنسبة لاربع عناصر وجبت الستريس عند النود من العناصر الاربع فطولي عندي اربع قيم مختلفة الالوان مختلفة شكل مش هيبقى شكله سالس مش متناغم فانا باجي كأنها منطقة خشنة ممكن بمسطرين مثلا او بصنفرة او مثلا لو عندي فارة مثلا وفي خشب وبيستخدمها في اننا اناعم السطح او ممكن استخدم المكوى مثلا لو عندي ملابس وسطحها خشن فممكن باستخدام المكوى وكده السطح بيبقى ناعم لو انا بصب خرصانة مثلا سي وبعدين خلصت فواضح ان سطح الخرصانة متعرج وخشن فممكن بلوح من الخشب كده نقدر نسوي السطح نعمل سموثنج للسطح ويبقى السطح ملمسه كأنه ممهد كأنه ناعم وكده ايضا لو عندي ارض وممكن استخدم الجريدر في اننا اناعمل السطح او يعني السطح الخشن اجيب العالي في المنخفض بحس يبقى سموث ويمكن ده واضح على الديجرام للسيل للستريس فتحس ان الالوان يعني معقول لها سموثنج تحس ان التدرج في الالوان متناغم وعاتي شكل مفيش ديسكنتينيوتي مفيش تغير فجائي لا التغير تدريجي بصورة يعني سالسة وكده يعني قبل ما نتكلم على او يعني نستكمل حدثنا عن موضوع السموثنج للستريس كان فيه يمكن جزء اتكلمنا عليه قبل كده هو سموثنج ويمكن السؤال اللي قدامنا بيقول what is stress singularity احنا قولنا قبل كده ان ان انت لما بتيجي مثلا تقول تعمل ديسبيلي للمومنت او للستريس على بلاطة وعندك فيه كورنر كده في البلاطة يمكن احنا قولنا قبل كده ده ما يعرف بالري انترانت كورنر فيه شارب كورنر على زاوية قايمة كده فلما تيجي تحل المسألة بتلاقي الاجهادات قيم بتاعتها متدرجة والالوان بتتغير يعني بصورة تدرجية لكن عند الكورنر هتلاقي فيه abrupt change فجأة عند الكورنر هتلاقي قيم الاستريس عالية جدا يعني يعني الاستريس بيقفز قفز يعني ضخمة جدا يعني غير متوقعة فده بنقول عليه الاستريس يعني فجأة قيم الاستريس مثلا كأننا بنبالغ بقت بمالة نهاية مثلا ده بيبقى ليه اسباب وكده ويمكن احنا بنتكلم على الاستريس لاننا لما جاء اعمل الاستريس يعني عندي سطح خشن ونعم السطح الخشن ماينفعش يبقى في منطقة الاستريس فيها بمالة نهاية واجي اللي قابليها كاستريس قليلة جدا واخد الاستريس ما بين المالة نهاية والصغير فيطلع رقم يغير من الواقع في المنطقة دي لا يعني تخلي بالك فالأول نشوف هل فيه اماكن في المسألة يعني قبل لما تعمل السموثينج للستريس او للمومنت في المسألة حاول تبص على الشكل اللي هو السموث اللي هو الشكل قبل ما اعمل السموثينج وشوف هل فيه اماكن زي الشارب كورنر هل السريس فيها عالية جدا قيمتها قفزت فجأة او زي مثلا ساي لو عندنا جسم كده مرتكز على جسم وطبعا الارتكاز جاي على ارية صغيرة فكأن بالضبط لو عند استريس بيسوي فورس على ارية فالارية يعني تكاد تكون فوينت ارية يعني المست الارية بتسوي زيرو فلما تقسم فورس على ارية تقريبا تسوي زيرو اكيد الاستريس هيطلع ايه قيمته بملا نهاية يبقى انفاينايت لا نهاية قيمته كبيرة جدا وبالتالي القيمة العية جدا زي ما قدامنا يعني بتشوه الريزل تلاقي الالوان ماشية بتتغير بتدرج بسيط كده سالس متناغم وفجأة تلاقي الالوان سودت او زرقت او احمرت اللون تغير فجأة فده بيعمل دستورشن للريزل والواحد كده بينتبه كأن فيه صدمة وبيبدأ يقول ايه اللي حصل في المكان شمعنا المكان ده يعني شكله غريب الالوان عنده يعني مش ماشية مع بقية الالوان وكده وده بيسبب مشكلة تانية انك لما تيجي تحل مسألة تلاقي المسألة ما بيحصل فيه تقارب بيحصل فيه تباعد في الحل يعني الحل مش بيقرب يعني يعني واحد يقول طب ما جايز السبب ان عنده الكونر ده ان العناصر كبيرة والكونر ده عنده تغير في الشكل في الإجهادات عالية طب ما صغر العناصر تصغر العناصر تلاقي قيم الإجهادات تزيد تصغر العناصر أكثر قيم الإجهادات تزيد 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 صدمة أو شوك أو ارتفاع كبير فجائف لسترس أنه ما أسرش بالحملة على بوينت ببقاش كونتريتد لود على بوينت أو على سمول إيج أو على سمول إيج أيضا الكلام ده زي ما هو مرتبط باللود وأن المفروض أن الأحمال أو اللود ما تكونش على بوينت أو على سمول إيج أيضا الكلام ده مرتبط بالرياكشنز ما هو الرياكشن ما هو زي اللود بس هو يعني فيه أكشن وفيه رياكشن فأيضا يعني يعني يجب نوت تو أبلاي كونسترانتز أون بوينت آن سمول إيج يعني لا اللودز تكون على بوينتز ولا الرياكشنز أيضا تكون على بوينتز أو على الإي سمول إيج طبعا ال 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 الستريس تبقى يعني يعني يحصل في حالات يعني إحنا ممكن عرضناها قبل كده من الحالات ده هيئة الحالات اللي معاها ألاقي الستريس في مكان ما بدأ يعني قيمته تعدي بمراحل إن أنا أستخدم باد إليمنتز طبعا لو سيء الأسبكت ريشيو لعنصر ما في المسألة أو مجموعة عناصر في منطقة من المسألة الأسبكت يعني العناصر دي كان لها very high أسبكت ريشيو فبالتالي العناصر ديها يعني تعريفها عندي هي باد إليمنتز وبالتالي ممكن أحصل على إيه نتائج incorrect بالنسبة للواقع بتاعها حاجة أعلى بكتير من حقيقتها وبالتالي هيحصل يعني زي بقول spike في الاستريس أو قيم يعني زي ما هو واضح الاستريبوشن أي نعم فيه تغير في الاستريس دي كان في مكان ما فجأة بقيت في قيمة عالية جدا للستريس وكده طبعا في الحال الهيات يعني لو جيت أخذ الأفريج في الأفريج هنا هغير المعالم يعني يعني حاجة عالية جدا مع حاجة منخافضة جدا وخدت الأفريج زي ما قلنا اتنين إخوات دخلوا مامتحان واحد جاب درجة عالية جدا جاب 90% تاني جاب درجة منخافضة جدا 10% فمنفعش ياخذ الأفريج هيطلع النتيجة 50% لكن الشكل العام بتاع 50% يعني ادى وضع مختلف عن التسعين وعن العشرة وكده طبعا ساعات بيبقى الحل ان انا اغير الاسpect ratio طبعا المشكلة دي بتبقى local في المنطقة اللي فيها bad elements اللي على سبيل المثال لها aspect ratio عالية فتبقى الحل ان انا حسن او غير الاسpect ratio وبالتالي المشكلة بتزول وكده يعني الجزء الثاني ممكن اتعرضنا له من شوية نبقى عندي فيه re-entrant corners وعندي sharp corners زي ما قلنا المشكلة للcorner ان انت ساي لو عندك المسألة بالشكل اللي قدامك وكنت المسألة fixed في المكان اللي انا بشاور عليه فوق ده وكان عليها concentrated load تحت فبلاقي عند ال sharp corner بيكون فيه stresses عالية جدا لان اللي بيقاوم بيبقى عبارة عن small edge الarea صغيرة جدا الarea اللي على ال edge اللي هو ما بين الافقي والرأسي زاوية القايمة بتكون الarea very small وبالتالي force على area very small فبكل stresses بتكون ايه عالية جدا فبالتالي في الحالة ديات لو تلاحظ تلاقي الالوان بتتغير بسلاسة كده فيه تناغم لكن فجأة عند ال sharp corner الالوان لونها يعني حصل تغير دراماتيكي في الالوان وبالتالي في القيم وواحد يقول طيب ويمكن دا اللي حاصل في المسألة طب ما انا صغر ال elements شوية يصغر يلاقي الاجهادات بتزيد اكتر يصغر ال elements اكتر الاجهادات بتزيد زي ما قلنا انت داخل في لوب ما بيتقفلش بيفتح اكتر واكتر فبيحصل divergence وليس ايه convergence وكده فطبعا الحل في الوضع دوت مش ان انا ايه اعمل اصغر العناصر لا بيكون الحل ان انا اتخلص من ال sharp edge بان انا بعمل بشطفها على زاوية مثلا c 45 او اعمل curve تبقى بدل ما هي زاوية قايمة تبقى على curve ويمكن دا بيقابلنا في حياتنا لو واحد راكب عربية وعاوز يتنقل من طريق لطريق عمودي عليه فما ينفعش يلف العربية على زاوية قايمة لازم بيلف على ايه على منحنة وكده يعني ايضا نفس الكلام زي ما قلنا ممكن يتكون عند المنطقة اللي فيها لود وممكن يتكون دا الجزء التالت في عند مكان التثبيت نفسه يعني لو عندي منشأ ومتثبت في fixation يعني فمكان السببورت لو السببورت دا على small area او small edge فبتطلع برضو ايه قيم عالية في stresses وكده يمكن هنرجع بقى تاني لموضوع اللي هو smoothing لبروسيس بالنسبة للسترس يمكن واضح قدامي في المسألة قد ايه الالوان يعني بتتغير بشكل تدريجي يعني ناعم متناغم بعد ما بعمل اجراء بتاع ايه السموتhing وكده لكن طبعا احنا ممكن قلنا لما بيبقى عندي عناصر زي الconostant strain فانا بحسب stress within element بيكون constant ومنه اقدر احسب stress عند النود ايضا لو عندي عنصر linear strain فبحسب stress within element وبيكون linear طبعا وبعدين منه اقدر احسب stress على الايه على النودز بتاعت العنصر بعد كده نروح للمسألة اي نودز بلقاها common مشترك عليها مثلا سيه واحد اتنين تلاتة اربع five elements فبيكون النود اتحسب لها stress خمس مرات من كل عنصر مرة بيطلع خمس قيم وفي الاخر خالص باخد average بتاع الخمس قيم فبيطلع قيمة وحيدة بلون ايه بلون واحد فبتالي هلاقي عند اي نود لون stress لون واحد لكن فيه اماكن اللي هي زي عند sharp edge بيكون stress من بعض العناصر بتكون سيه عالية جدا فلو خدت average هيبقى غير معبر عن الواقع فلذلك بينصحونا دايما ان احنا في اي مسألة نبص للشكل قبل ما عمله smoothing وشوف هل فيه اماكن فيها appropriate change of the stresses لان ممكن لما اعمل smoothing التضريص بتاعت الشكل تتغير بسبب انك بتاخد average لقيم صغيرة مع قيم كبيرة جدا فالنتيجة سيه زي ما قلنا 90% و10% تطلع 50% لا فتكير يعني قبل ما تعمل smoothing بص على الشكل قبل ما تعمله smoothing فلرب فلربما يكون فيه في المسألة مثلا appropriate change في thickness وبالتالي هيكون فيه appropriate change في stresses لو انت خدت اعملت smoothing وبالتالي خدت average ضيعت المعالم بتاعت الفرق في thickness لان الفرق في sickness يعني ان فيه فرق في stresses لازم يظهر بعد ما اعمل حتى smoothing ما ينفعش يروح ويضيع ما ينفعش زي ما قلنا الجبل نهده ونحطه في الوادي ونسوي يبقى الاتنين كلهم ارض مستوية ضاعت المعالم لا فيعني دايما بيقولولنا قبل ما تعمل smoothing جيب الشكل وعمل display لل unsmoothed contour plot ولو عندك مناطق فيها عدم استمرالية فيها discontinued في stress بص عليها وشوف عشان لما تعمل smoothing يبقى smoothing ما يضيعش يعني ايه الشكل او التغير لا يفضل محافظ على التغير يمكن ده سؤال بعد ما ما تكلمنا عن average smoothing وكده بنسأل what is the difference between averaging and smoothing عندي جبل لي قمة وعندي وادي لي قاع لو انا اخدت ال average فكأني هديت الجمل وردمت بيه الوادي واصبح الارض كلها مستوية فضاع الجبل وضاع الوادي لكن ما ينفعش هنا لكن ينفع ان انا اعمل smoothing ان انا اجي على الجبل وانعم طريق او امهي الطريق امشي عليه لكن في النهاية هتلاقي الطريق منخفض في المكان المنخفض ويرتفع مع ارتفاع الجبل وبالتالي المعالم وتدريس المنطقة مازالت ايه موجودة جاصة ان انا عملت ايه مهت طريق نعمت كده الجزء الخشن بحيس اقدر امشي العربية تقدر تتحرك ايضا من الاجزاء اللي تعرضنا بيها واللي بيدخل معها ال average لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن الحرارة وكان عندنا الجزء المهم اللي هو دلتا تي دلتا تي عندنا المنشآت تعرض للشمس ومنشآت بتبقى ضخمة ففيه حرارة فقلنا وانا لما بروح اصمم المنشآت الكبيرة لو انا خدت قرار ان انا معملش expansion joint ودخل معايا دلتا تي فببقى عاوز اعرف قيمة الدلتا تي ف وانا بصمم وماسك الورق وبستخدم البرامج ما انا شعار في المنشآت هيتنفذ انهو شهر من شهور السنة ال construction هيكون امتى في انهو شهر احنا طبعا عندنا في مصر زي ما قلنا ان construction سيزون بيبقى طول العام يعني كل شهور السنة ممكن ننفذ فيها فاحنا قلنا في قيمة قيمة حرارة default اللي هي قيمة الحرارة وقت التنفيذ واللي زيد عنها يبقى delta t واللي l عنها يبقى delta t لكن قدي ايه درجة الحرارة وقت construction معرفش انا عندي 12 شهر كل شهر لي درجة حرارة طبعا انا هنفذ في انا شهر معرفش فبعمل ايه في الحالة ده طالما ما عرفش فبقول خلاص هجب ل 12 شهر واجب درجة الحرارة في 12 شهر واخد ال average هنا ينفع اخد ال average ما عنديش فرصة غير كده واخد ال average وسميه tm ويبقى دي القيمة ال average اللي هي default بتاع المشروع طيب ممكن يحصل زيادة اثناء operation اثناء تشغيل المنشأ ممكن يحصل زيادة عن القيمة ال average اللي هي default ده بيكون في شهور الصيف وادنالو القيمة tw وممكن درجة الحرارة ايضا اثناء تشغيل المبنى تقل عن ال default عن tm ده بيكون في شهور ال tc وبالتالي delta t اللي هو change هيبقى التغير عن ال average عن ال default اللي هو في شهر او ال average مطروح منه في شهور الشتة طبعا باخد الفرق ده وبصمم على ايه الاكبر وده كان الجزء الرابع وكده يعني نكون انتهينا من المحاضرة رقم 33 ومازلنا مع شابطر 14 ومكملين ان شاء الله في المرات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته